بداية الشيخ قبل أن ندخل في الأسئلة متعلقة بالقدر خيره وشره وهو ركم أركان الإيمان نريد أولا منكم أريد أن نفهم ما هو القضاء والقدر لنؤمن به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام القضاء والقدر اختلف أهل العلم هل هم مترادفان أم مختلفان فقيل هم مترادفان فالقضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء فهما يختلفان لفظا ويتحدان معنا وأكثر أهل العلم على التفريق بينهما بدليل العطف فنقول القضاء والقدر والأصل في العطف التغاير جميل وبناء على هذا القول وهو وجود فرق بين القضاء والقدر فقد قيل القضاء إيجاد الأشياء في اللوحي إجمالا في اللوحي المحفوظ في اللوحي المحفوظ إجمالا والقدر إيجادها أيضا في اللوحي تفصيلا فالمثلا حكم الله أو قضاءه بموت الناس أو بفنى بني الإنسان أو بفنى فهذا قضاء أما القدر فهو البيان التفصيل لوفاة كل شخص وزمانه ومكانه وعمره فالتفصيل قدر والإجمال قضاء نعم وبعضهم قال القضاء هو خلق الأجسام والأعراض نعم أو يعني خلق الذوات وأعراضها هذا القدر القضاء القدر نعم أما القضاء فهو إيجادها في اللوحي المحفوظ يعني تسجيل ذلك أو إثباته في اللوحي المحفوظ نعم وقريب من هذا ما أعرفه بعضهم بأن القدر هو تقدير الله تعالى للأحداث والأفعال التي تجري في الأزمنة والأمكنة في هذا العالم نعم والقضاء هو الحكم بها والإلزام بها وقعلها شيئا ثابتا فكأن القضاء تسجيل وتثبيت للمقدور أو للقدر يعني ممكن شيخ نفهم من القدر هو علم الله المسبق فيما سيحدث يعني في الحاضر المستقبل نعم العلم الله أي ما هو هنا تسميتها بالعلم تجوزا أو نقول المعلومات التي علم الله عز وجل بأنها أنها ستقع في الأزمان والأمكان هذا هو القدر نعم وتثبيتها هو القضاء لأن هذا من معاني القضاء في اللغة قضى بكذا أي حكم به وألزم فالحكم بهذه الأشياء هو القضاء وتقديرها وقريان الإرادة الإلهية بها هو القدر وعلى كل حال على كل هذه الاختلافات فالمسألة تتعلق بالأحداث والأفعال وما يجري في هذا الكون مجموع ذلك هو الذي يطلق عليه في المصطلح الإسلامي القضاء والقدر